اشتركوا في القناة وخاصة هي كالتالي الجفاف بالمهبل أو الرائحة الكريهة بالمهبل طبعا مشاكل المهبل كثيرة راح طلكم ياها أنا حافظة البوست عندي قلت لكم إما تكون في فرازات مع حكة فرازات دموية فرازات لونها غير فبالتالي البنت لازم تروح تفحص وتأكد أنها في التهابات لكن إذا البنت المتزوجة ما عندها ولا شيء من التهابات ولكن عندها جفاف وعندها رائحة كريهة بالمهبل وهذا الشيء وارد عند كثير من المتزوجات ليش؟ لأنه يأخذون حبوب منع الحمل وحبوب منع الحمل تسوي تغيرات هرمونية وتأثر وتسبب جفاف بالمهبل فهذا الشيء وارد وطبيعي ولكن اليوم بحظة الاسناب اللي طافت حطت لكم أهم مشاكل المهبل جفاف المهبل أكثر شيء يسببه عند النساء المتزوجات السبب هو حبوب منع الحمل للتغيرات الهرمونية اللي ممكن يسببها فبالتالي المرأة ممكن تتيب ياهل ياهلين ثلاث بعدها شنو تبتدي تأخذ موانع أو ممكن من البداية قعد تأخذ موانع فبالتالي يأثر تغيير الهرموني على درجة رطوبة المهبل فيصير فيه جفاف فراح أحط لكم أهم سبب لجفاف المهبل أول شيء والبنت أول ما تبتدي تصير عندها المشكلة ما تقعد تبتح لها المشكلة أنه بسببت لها حراج جفاف تبتحط مثلا دهانات معينة تأخذها وتكون ريحتها محلوة أو تبتدي تستخدم حق الرائحة الكريهة بالمهبل بعض أنواع الغسول الداخلي أنا حطت لكم مرة نوع يحافظ على مستوى البي اتش أو معدل الحموضة داخل المهبل يكون خارجي فيه بنا تستخدم الداخلي وكثير منهم يكون ذات جودة رديئة بالتالي شي يسوي يغير من البي اتش الفيسيولوجيك البي اتش بالمهبل وهذا يأثر على نمو البكتيري عندها والدش بمشكلة ثانية بدلاً لا تبتدي يترطب بدون مشاكل يبتدي عدد تالي فرازات ورائحة كريهة زيادة فبالتالي أنا ليش أحط مثال أنا ترى من بداية السوشيال ميدي يمكن هذا أول مثال حطيته أنا دائماً أحطها بقول لكم باختصار عن هذه التحاميل وميزتها هذه تستخدم عند النساء المتزوجات لترطيب المحلوة هذه تيبريفا هي عبارة عن تحاميل نسائية شوفوا في تيني لافندر طبعاً روايح هذه كلها عضوية مو كيميائية ها ذنلا وفرقولة عبارة عن تحاميل مهبلية تقدر تستخدمها لبنت المتزوجة شايفين؟ شادي تصير وهذه عن طريقها تقدر تحطها داخل المهبل أوكي؟ ليش دكتور أنت حطيتي هذا النوع بالذات؟ طبعاً أنا وصلتني فوق الستة نوع من كذا برند من كذا شركة ما حطيتها نهائي لأن هذا الموضوع حساس وهي المنطقة حساسة ما نبي نسوي مثل ما البنت تروح تاخذ من الصيديات أي شيء مثلاً ممكن ما يكون مناصبها أو حك حالتها ما رح ينفعها يغير من الوسط عندها تصير دش بمشاكل ثانية هذي أول شيء لازم تعرفون عبارة عن زيوت تقرون ورا كل هزيوت هذا منتج كندي كل هزيوت هذا أول شيء تعطي ترطيب ثاني شيء الروائح اللي فيها سواء فنلا لافندر فراولة عضوية وليست كيميائية فهل هذا يعتبر أحد الحلول طبعاً لأن البنت بالنهاية تبي شنو تبي شيء يرطب وقع تستخدم كريمات هي بنفسها أو تبي الريح حلوة وقع تستخدم عطور بالمنطقة الداخلية وحساسة وقع يكون فيها مواد كيميائية يعني عطور غير عضوية هذي عطور عضوية وعلى فكرة هذا المنتج ما كان موجود إلا بكندا فمصرح كان حتى لما كان موجود بكندا ما موجود بالصيدريات لا مصرح من وزارة الصحة بكندا غير أطلح على برة خذ موافقة الـ FDA وهي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لما يابوهني بالخليج وتحديداً لكويت خذت تصريح من وزارة الصحة فشوفوا كم مكان مصرح فيها لأنها جداً آمنة بناتك أقول لكم أنا لتقرون ورا عبارة عن مجموعة من الزيوت وندري إحنا كثير من البنات تعاني من هذه المشاكل فإذا أنت عندت جفاف أو رائحة من المهبل أرشح لتش هذه الأسباب اللي قلتها راح أطلكم كل شي عنها بنات اللاتحاتون بس أنا بقول لكم شغلة هي متوفرة المكانة اللي ترتحي اللي أخذيها منها للأمانة العروض نفس ما قلت لكم على الوضع موجودة بصيدريات بوتس موجودة بصيدريات ريال موجودة بصيدريات فارمزون كل الصيدريات موجودة أنا كتبتها لكم ورتبتها لكم أما خارجيين تاخلات حات ونفس العروض اللي راح تأخذونها مثلا علبتين وعلبة ثافة مجانا يعني مثلا تأخذون الفرالو والفنلا يطلع لكم اللابندر مجانا هذا العرض ساري سواء داخل الكويت أو خارج الكويت وحتى حق الضغط الكبير اللي صار يوم تكلمت عنها بالسعودية يوصل لكم ليباب البيت خلال يومين راح أطلكم كل شي تخصر وفعلا هذا الشي يستاهل ولو ما يستاهل محطته وإن شاء الله تلقون منها فائدة وتدعو لي هذا الموضوع كان ببساطة أتمنى يكون مفيد أحرص الموضوع أنه علاق ليكون فيه توعية فيه بوستات فيها الشرح لبعض النقاط ولازم تعرفون بنات المتزوجات أي إفرازات دموية بين فترة الدورة العادية والدورة اللي بعدها لازم تراجعين طبيبتش لازم تسوين فحص إذا عندك إفرازات سمكة مختلف فيها رائحة كريهة تصاحبها حكة شديدة لازم تراجعين طبيبتش المثال اللي حطيته حق البنات اللي ما عندهم مشاكل التهابات ما عندها شي عندها جفاف مع شوية تحكى نتيجة لهذا الجفاف عندها رائحة على الرغم من غياب وجود أو أنه ما عندها أي التهابات وهي متأكدة من هذا الشي تقدر تستخدم هذه التحاميل لأنه جدا آمنة نفس ما قلت لكم بعطور عضوية وكذلك بزيود للترطيب زيود طبيعية وماخذة كثير من الشهادات أو معترف فيها من كثير من المنظمات فعشان شدي حطيتها كمثال أما في بعض التعليقات مثلا تقول أتوقع أنه تكون بنت موزجة اش دعوة يعني هذه مشكلة يعني ما هي شايدة ولا مشكلة مثلا أو تستصغر حجم المشكلة البنت مو بيدها ساعة تكون شي ترى ما لا علاقة بالنظافة يعني هذا النقطة بس بقولها عشان يصير فيه توعية من هالجانب يعني إذا البنت ما عندها التهابات ومحافظة عن نظافتها وأكيد تاخذ شاور بين فترة وفترة بالأيام العادية بس في طبيعة جسمها أو المنطقة تلمح في المنطقة داخلية فبالتالي فيها روايح هذا مو معنات أنها هي غير مهتمة بنظافتها وغيرها من الأمور والدليل أن بعض الأجسام تطلع روايح مع أن تسبع وتحط عطور وغيرها فبالتالي وجدت الحلول هذه ومو عيب ومو غلط عرفته فهذا حق بعض التعليقات اللي يتكلمون لا تستصغروا الموضوع الموضوع جدا حساس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة